نقدر نقول ان تقريبا مفيش اي ست في التاريخ القديم كل ومش بس في مصر القديمة مشهورة اكتر من كليباتر اللي كانت محبوبة جدا وقتها بسبب زكاءها ودهاءها وجمالها بس للأسف اللي بنتذكروا عنها هو موتها المقصف ونهايتها المبكرة بس هل كانت فعلا مذهلة كده زي ما معروف عنها ولا كان في جزء غامض في حياتها ما كانش حد يعرفه اهلا بيكم انا الحكواتي والنهاردة هنحكي عن الاجزاء الغامضة في حياة اشهر ملكات مصر الفرعونية بس الاول اتأكد ان انت لو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل اللي جاي ويالله بينا نبدأ اسطورة جمال كليباتر مازالت منتشرة دلوقتي بنفس مستها انتشارها لما كانت حية والفكرة دي انتشرت اكتر بعد الفيلم اللي هوليو دي انتاجته واللي قامت ببطولته الممثلة الاسبس تيلور كليباتر وهي حية خلت اشخاص قيادية عظيمة يقع في حبها زي مارك انتوني ويوليوس قايسر بس جيل مؤرخ بلوتارخ ما كانش منبهر بشكلها خالص وكتب في كتابه ان شكلها كان عادي جدا وان كل اللي كان بيقابلها في الحقيقة كان بينصد منها مش شبه الاساطير اللي بيسمعوها عنه بس حضور كليباتر كان طاغي وان كلامها وشخصيتها كانوا بيسحروا اي حد يتعامل معاه واضح ان كلباتر كان جمال شخصيتها في كارزميتها وذكاءها اكتر من جمالها كلباتر كانت بتدرس حاجات كتيرة جدا زي الطب ورياضيات والكيميا والاقتصاد التاريخ والجيولوجيا ده غير انها كانت بتتكلم تسع لغات وكانت شطرة قوي في انها تتحكم في اي مناقشة بتدخل فيها زكاءها القوي مع حضورها وجمال شخصيتها كان بيخليها من المستحيل تجاهلة وموضوع الصورة الجميلة اللي كانت بترسمها في مخيلة الناس كان اضافة كبيرة لشخصيتها السياسية فعشان كده كان لازم تعود موضوع الشكل ده بحاجات تانية زي انها ما تعتمدش بس على انها تتخطب سياسيا بل كانت كلباتر تصور المصريين للالهة ايزيس على الارض كمان كلباتر كانت شطرة جدا في الادارة وده اللي خلاها مشهورة اكتر من اخواتها نفسهم بس برغم كل ده كلباتر كانت بتهتم جدا بمظهرها وعارفة كويس جدا انه جزء كبير من دورها كحاكم ومن الحاجات الكبيرة اللي كانت كلباتر بتعملها انها كان عندها مصنع للبرفان بتاعها عند البحر الميت كلباتر كانت مقتنعة جدا ان راحتها كانت بتتحكم في العقول تستخدمها كطريقة عشان تاخد اللي ايه عايزة من اللي قدام ونظرا لانها الملكة فكان عندها امكانيات ما كانتش عند عموم الشعب كانت بتهتم بشكل كبير اوي بروتين مخصوص جدا لجمال واللي في وقتنا ده بيحاول يقلده اغنى اغنياء العالم وفي معظم الوقت بيبقى صعب جدا ان هم يعملوه حتى مرة واحدة فما بالك ان الكيلوباتر كانت بتعمله كل يوم طبقا للأسطورة فحمام كيلوباتر كان مليان بلبن 700 حمار العدد ممكن تكون شايفه كبير بس ما تستغربش انها بتستحمى في لبن حمير لبن الحمير من زمان في العصور القديمة كان اهم دواء لعلاج علامات التقدم في العمر وعلى نهج ازيز الالها اللي كيلوباتر كانت بتقول انها صورتها على الارض واللي في قصتها قوت العلاقة ما بين مصر والامبراطورية الرومانية ووسعت حكمها الانجلترا وافغانستان وبرغم من ان موضوع ان الفرعون بيعتبر نفسه مقدس ده شيء مش جديد في مصر القديمة كيلوباتر كانت عايزة تأكد سلطتها وانفوزها واكدت على كل رعاياها انهم يعملوه على انها تكسيد ازيز على الارض وده اللي خلى الناس تعبودها وتبوس الارض اللي تمشي عليه واللي يضحك في كل ده ان كيلوباتر ما كانتش اصلا من سلالة ملوك مصريين ولا حتى كانت مصرية كيلوباتر كانت بطلمية من سلالة بطليموس الاول وده معناه انها مش بس يونانية الاصل بل كمان لغتها وعدادها كانوا يونانيين البطلمة حكموا مصر مدة 300 سنة بعد انما الاسكندر مات وسلم البلد لبطليموس الاول الطريق للسلطة ما كانش سهل اطلاقا لكيلوباتر لانها تقريبا كانت اول ست واول حاكم بطلمي يتعلم يتكلم اللغة المصرية القديمة واللغة الابطية وبعض لغاية الدول المجاولة خطتها في انها تنصب نفسها كسورة ايزيس كانت خطة بالرغم من جرئتها الى انها كانت عبقرية لما الناس تقبلها قبل ما هي تمسك الحكم كان البطلمة مش مهتمين اطلاقا بلغة ودين مصر وكانوا دايما متواجدين بس وسط اليونانيين اللي زيهم في مدينة الاخكندرية كيلوباتر كان عندها 14 سنة بس بس لما امها ماتت في ظروف غمضة وبسبب صغر سن اخوها ابوها بطليموس الاثناشر خلها النائبة بتاعته والواصية على العرش وقعدت 4 سنين جنب ابوها تتعلم منه اصول الحكم وتاخد خبراته ودموت بطليموس الاثناشر وصيته خلت كيلوباتر فوضع صعب جدا وصيته كانت انها تتجوز اخوها اللي عنده 10 سنين وتشاركه في الحكم معها بس من بداية الجواز كان باين ان كيلوباتر مش ممكن ابدا تخليه يتدخل في الحكم على الرغم من ان الشائع وقتها ان الملكات بتغضع لزوجها وهو اللي بيحكم واكدت ده بانها مسحت اسم جوزها بطليموس الاثناشر من كل الوسائق وطبعت وشها هي على العملات اللي اتعاملت وقتها بس لما حصل ان كيلوباتر وقفت في صف سوريا في نزاع ما بين سوريا وجيش الروماني ده سبب غضب كبير للامبراطور الروماني وخليهم يقفوا في صف بطليموس ال13 وساعدوه انه يشيل زوجته من على العرش بعد احباط كل محاولات كيلوباتر انها ترجع للعرش اضطرت تهرب مع اختها على الرغم من انه الاختين اتعاموا عشان يهربوا الا ان العلاقة ما بينهم ما كانتش كويسة خالص لدركة ان كيلوباتر كانت متأكدة ان اختها بتتأمر ضده في نفس الوقت ده كان بطليموس ال13 زي ما انت متخيل بالزبط من ملك عنده 11 سنة ما كانش حد قادر يسيطر عليه ومستشارين ومش عارفين يتحكموا فيه وعشان كان اهوج امر باعدام بومباي قدام مراته وعياله حتى يوليوس قايصر اللي كان عدو البومباي وشاف ان ده عيب على الكبرياء الروماني وراح احتل العاصمة المصرية بطليموس ال13 غرق في النيل وهو بيحاول يقرب من جنود الروماني وجنود كيلوباتر وعلى حسب العداد فاضطرت كيلوباتر انها تتجوز اخوها الاصغر بطليموس ال14 زواج سوري لانها ساعتها كانت على علاقة بقيصر وكمان كانت حامل في ابنه واول ما ولدته امرت بقتل بطليموس ال14 عشان تمسك ابنها الحق لان قيصر ما كانش هيمسكه مكانه عشان كان شايف ان اكتافيوس هو وريسه وعشان تأكد سلطة ابنها في مشاركتها الحق امرت بقتل كل اخوتها واحد وردتان وزي ما قلنا في الاول ان بلوتارغ كان بيقول ان كيلوباترا كانت بتسحر الرجالة هو ما كانش غلطان هي كانت بتخليهم زي الخواتم في صباح ويعملوا عشانها اللي مش ممكن كانوا يتصوروا ان هم ما يعملوه كان تأثيرها عليهم زي التنويم المغناطيسي بس باختصار هي كانت شطرة قوي في انها تعرف هم عايزين ايه بسكاء وذهق كيلوباترا كان معها دعم مارك انتوني وقايصر عن طريق انها مش بس قدمت لهم نفسها بل قدمت لهم نفسها بطريقة مبتكرة جد قدمت نفسها القايصر عن طريق انها استخبت جوا سجادة ومارك اول ما شافها اول مرة كانت لابسة زي الهة الحب عند الاغريك والحركتين دول ساعدوها انها توقعهم في لمح البصر كانت سحراهم لدرجة ان قايصر عملها تمسال وحطوا في معبد الهة الحب فينوس وعلى الرغم من ان حكام الرومان ما كانش بيتم تقدسهم زي ما المصريين بيعملو وان اللي عملوا قايصر ده سبب غضب شديد الا انه مهتمش وانتوني لما شافها في لبسا افروديتي نسي نفسه ونسي الحرب والاحتلال اللي كان بيعملو وقضى الشتاء معها كله في الاسكندرية كانوا بيقضوا وقتهم في حفلات وشرب وقت ما كانت رومان بتولع من الحرب الاهلية وحصل ان كلباترا طلبت من الخدم يجبوا لها خل وراحت دوبت في جواهرها وشربها عشان تكسب رهان من مارك بيقال ان الجواهر دي كانت بتساوى حوالي 10 مليون دولار دلوقتي في نفس الوقت ده كان المصريين والرومان بيقطعوا بعض عشان اوكتافيوس كان بيقضي على كل المنافسين لحكم رومان بس كده قول لي بقى انت لسه شايف ان كلباترا اجمل ست في التاريخ برغم من الجانب المظلم لها ولو لسه مشتركتش في القناة واشترك عشان يوصل لك القصص الجاي سلام